اهلا بحضراتكم من جديد حالات الانتحار يمكن ما تكونش كتيرة بالمقارنة بعدد سكاننا أو بالمقارنة بالدول الأخرى لكن لما يكون في حالة وشفناها كلنا ويعني اتواجعنا من اللي احنا شفناها أكيد لازم نتكلم عنها هنا دور الإعلام لازم نفهم أكتر نشوف الدوافع اللي ممكن توصل حد للانتحار أسباب المشكلة إزاي نعالج خلينا نتكلم بالتفصيل مع الدكتور وليد هندي استشارة طب النفسي صباح الخير عليك يا دكتور صباح الجميل صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا دكتور نهورنا في صباح الخير يا مصر وأكيد حيك تبعت مؤخرا حالة الانتحار اللي حصلت والفتاة اللي توفت شفت ده إزاي وشباب في مقتبل العمر لسه إيه اللي يدفعها لإنها تنتحر؟ حالة المنتحر بتكون عاملة زي نفسيا وإزاي بياخد قرار زي ده؟ يعني طبعا نعاوز أبدأ بكلام حضرتك إن إحنا مصر الانتحار فيها لا يعد ظاهرة لإن الأرقام العالمية دايما يصغوها وكأنها ظاهرة يجي يقولك مثلا يعني مصر الأولى عربيا في الانتحار كام حالات الانتحار 3900 يجي يقولك اليمن التانية في الانتحار كام حالات الانتحار أقل منا بمئتين طب إحنا بالقياس لعدد السكان اللي هما 120 مليون يبقى ناسنج يعني لا شيء لا تذكر النسبة أصلا يعني فإحنا إحصائيا بالنسب آخر دولة عربية في حالات الانتحار يعني حالات الانتحار ورا خالص دي حتة برضو مهمة وبشكرك اللي انت وضحتها في البداية لما بنتكلم على الانتحار الانتحار دايما يبدو للناس يجي يقولك ده انتحر علشان خاطر تسقط في الصناوية العامة دي انتحرت علشان خاطر كتعاوز تتجوز وما خدتش اللي كان انت تتمناش تديك حياة العمل المفجر دايما اللي بيؤدي للانتحار ده أبسط العوامل يعني الانتحار دايما حيك تستور إن الإنسان ده هو مجهز لمسألة الانتحار يعني هو وصل هنا مماشي عشان المشكلة الأخيرة اللي احنا عارفينه بالزبط يا مجموعة عامل متراكمة يمكن بتبدأ من مرحلة الطفولة والناس بشواخد بالها من ده تخيل بقى إنما لما بيوصل لوقت معين معدل الصلابة النفسية عنده خلاص خار نتيجة المعارك اللي بياخدها في الحياة نتيجة التجاهل اللي بيقابله نتيجة الضغوط اللي كان بيوجبها بييجي في وقت خلاص مايقدرش يعمل يفقد غريزة البقاء ودي صعبة جدا بالنسبة لي مش قادر أتخيلها يعني أي حد بيصاب بمرض ويقوله أنت خلاص يعني أو بيحس مثلا أن هو يعني عمره في الدنيا خلاص قليل بيبتدي يخاف فإن حد يفقد غريزة البقاء ويخاطر ويقوم من نفسه كده يرمي نفسه وده بقى يدينا مؤشر تاني في عملية الانتحار إن الإنسان زي ما حضرتك بتقول بتطبعه عنده غريزة البقاء بطبعه بيسعى للحياة بطبعه بيخاف من الموت فلما يلجأ لسلوك مغير للفطرة تعرف أن عنده خلل عقلي أو خلل إدراكي يبقى عنده مشكلة وده اللي إحنا بنشوفه يعني دايما الناس تقولك إيه ده المنتحر ده ده رايح جهنم أنا بقول هو ما انتحرش بقرطه الانتحر بقرطه ده هو ده اللي ينسحب عليه إنه داخل النار ولا داخل الجنة شيوخ تقول إنه ما إحنا كده كترة بنقول إيه هو غيره ومسيطر على أفعاله يعني عنده خلل إدراكي تلاقي دايما 35% من اللي بينتحره يقيم عندهم اكتئاب يقيم عندهم مسواس قهر يقيم عندهم انفصان في الشخصية ممكن نشرح كل ده بالتفصيل طيب دكتور وريد ما عليش حضرتك قلت بداية من وهو طفل لأنه حالة زعر طبعا عند أولياء الأمور من فكرة إنه ابني لقدر الله أو بنتي يعني يفكر في الانتحار حتى مجرد فكرة التفكير بالنسبة لهم كارثة كبيرة النهار ده نعرف منين إن ابني عنده بوادر لمسألة الاكتئاب أو لمسألة إنه يعني هل مثلا الطفل الانطوائي ده مثلا ده دليل على الاكتئاب إيه دلالات اللي موجودة لو هنتكلم من الطفولة 3% من الأطفال بيجي لهم اكتئاب أو يا الأمور مش ياخدين بالهم بيحسب الاكتئاب بيجي لكبير أنا لما طلع ابني في بيئة منفصل عن أمه ده ممكن يكون معارض للاكتئاب لما طلعه في بيئة بضرب أمه وبهنها وبحتقرها يستشعر عدم الشعور بالأمن وإن البيئة ضغطها عليه ده مؤشر عندي إنه ممكن يصاب بعد كده باكتئاب حاد لما يجبر وينتحر بعد كده هوت أنا لما فرق في المعاملة الوالدية بين الولد والبنت وميز واحد عن واحد ده بيخلي الإبني يستشعر التهميش يبقى لما يجبر يحصل له أي موقف يستشعر فيه التهميش ممكن يلجأ للانتحار أنا لما محطش لعب ابني في البيت حسنه واملوش لازمها أي بالضبط كده هوت بالضبط أنا لما منعت ابني ببعض الصفات الغير مرغوبة واللي بتهينه واللي بتحقر من شأنه ده ممكن يخليه قدام عرضة للانتحار على أسنة أنا كده بقى ربي أيوة أنا لما أبالغ في العقاب ودي عقاب بدني واضرب الولد ولا أعزله وأععده في قدر واحد ويستشعر أنه إنسان مهمش ده قدامي بقى عرضة للانتحار يعني شوف إحنا قد إيه دايما بقول المنتحر ده في قاتل لي القاتل لي ده اللي ما أحسنش التربية بتاعته اللي ما أحسنش مراعاته اللي ما أحسنش قراءة المرحلة العمرية اللي بيمر بيها ومستلزمتها النفسية إيه عشان يعمل على إشباعها أنا لما أحرم ابني من اللعب اللعب الحقيقي في علاقة الوجه للوجه والعم معاه وأضحكه ويجيب فيه أجون مرة وأجيب فيه أجون مرة هو ده اللعبة مش اللعبة اللي هو التابلت والعزلة والانفراضية والوحدة النفسية فيعمق عنده التهميش الاجتماعي وإنه قاعد منبوز وممكن حتى فيه كمان ألعاب وشوفنا ده من كم سنة ألعاب قدت بالشباب للانتحار صحيح وهي ليه بتؤدي لشباب بالانتحار هي اللعبة بروفايل نفسي يجي يقول له أنت عندك كم أخ وهو يجاوك تحديات طب بابا بيقعد معاك وانا بيقعدش مين بيتكلم معاك في الأسرة فبيعمل له بروفايل نفسي يلاقيه هو قاعد مهمش معزول بيمارس عليه عنف عنده انفصال أسري فمهيأ أنه ياخده في الانتحار يبتدي بقى يعمل له تحديات اطلع فيه أسلوح العمارة قعد في قوضة ظلمة جربت ونطر من الحبل وانت قاعد على الكرسي تحديات يقربوا ويحركوا لعملات الانتحار فبالتالي انفجأ بيه ان هو منتح هي قصة كلها طول ما انت جنب ابنك طول ما انت بتكلم ابنك طول ما انت مراعي ابنك طول ما انت شايف ابنك بتربي ابنك مش بتخليه ينمو يعني مش مجرد بتدخله مدرسة مش بقى اكله واشربه وعلمه يعني بتزابطه وبتوديه نوادي وجايبله تابلت وجايبله كل حاجة حلوة بس بيه خواء روحي مفيش علاقة الوجه للوجه مفيش سلوك أنسنة مفيش قاعدب عندك فن الانصاط لما يخش في مرحلة المراهقة الامور دي كلها تؤجي به الانتحار طيب ده في العادي بقى في حالة الشك انه الشاب ده او انه الطفل ده خلاص يعني جاله اكتئاب وهيقدم على الانتحار خلاص نعم الاب والام زي يتعاملوا معاه بص حضرتك بيبقى برضو فيه مؤشرات يعني يتعاملوا معاه في مرحلة المراهقة والشباب بكواس ان حضرتك اشرت ليها لان معظم المنتحرين من سن 15 ل 25 في الفئة العمرية دي بيكون السبب التاني في الوفاة هو الانتحار ليه برضو لان الولد ما بيلاقيش اللي بيستمع له بيبقى عنده احتياجات نفسية عنده الترباط في صورة الجسم الولد قاعد بيبص في المراهقة مش هو نفسه اللي كان من سنة بيلاقي عنده بيطلع له ده انه بيطلع له حب الشباب مفيش حد بيفهمه ده بيسيب نفس عرضة لتنمر لأصدقاء اللي بيقود يعيبه عليه مفيش أبي بيفهم ولا أم بيفهم مفيش حد بيفهمه أساليب النظافة المتطلبة في المرحلة العمرية اللي بيمر بيها مفيش حد يفهم انه عنده احتياج للجنس الآخر فلما يجي يتكلم عن واحدة ولا بيكلم واحدة على الشات أبو يبص ويدحك ويفرح وخلاص مش يوجهه التعامل معاها ازاي وامتى ممكن ما قدر اتجوز وامتى لأ علشان لما يجي يحب ويلاقع اتخطبت ما يروحش ينتحر ده مهم قوي مهم مهم ان الأب في المرحلة دي يشارك ابنه في مستقبله التعليم ومستقبله المهني يبقى متلاحم معاه ما ينفعش ابني يبقى ناجح انا في السنوية العام ما جاي لخمسة وسبعين في المية وانا قاعد بقى أنكل به وقاعد شايفه ما جافش كلية قمة وقاعد شايفه ان هو فاشل في حين ان الخمسة وسبعين في المية ممكن يدخلوه عشرين كلية طيب دكتور ويدا الولد من الخوف يقبل على الانتحار انا هقول لحضرتك الجملة يمكن اجيال كتير كبيرة بيقولوها ما احنا تربينا بالطريقة دي وكنا مثلا اللي كان بتضرب في بيته كنا بنتضرب ولا عمرنا فكرنا في الانتحار ويعني بيشوفوا انهم اكثر صلابة مثلا من الاجيال اللي دلوقتي ايه الفرق؟ يعني التعامل علشان محدش يعني مفيش وليه امر يظلم ابنه علشان هو بيربيه بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي تربى بيها وزي يقتنع اولياء الامور انهم لازم كل عصر وليه متطلبات وكل جيل مختلف عن الجيل اللي قبله وبالبلد كده كل وقت وليه ادام بالزبط كده هو كل وقت وليه ادام دلوقتي بقى فيه تكنولوجيا بقى فيه معرفة بقى فيه زوابان للثقافات ده احنا كنا زمان لما يجيبوه لنا فيلم كده فيه لقطة طفولية شوية يبدل في الزكرة العمر كله ولا اسماعيل ياسين ولا عليك كسار ولا نجيب الرحاني دلوقتي قنوات كاملة خاصة بالاطفال طريقة اللعب اختلفت طريقة التعليم اختلفت طريقة الاكل والجزاء اختلفت البضي ام جسورة الجسم اختلفت كل حاجة اختلفت حاجة انا في السريب التربية مش حاجة لا تختلف ما انا لازم اتطور وامشي مع معطيات العصر يعني احنا دايما الناس تقولك ايه مثلا من ضمن الازباب اللي بتؤدي للانتحار نتيجة السنوية العامة هي مش تيجي السنوية العامة اطلاقها هي تعاملنا معاها رؤيتنا ليها بنحسس الولد اللي انت لو ما دخلتش كلية الطب يبقى انت فشلت في حين ابني دوت مش مسؤول عن تحقيق احلامي يعني هو ليه احلامه الخاصة وليه مطلباته الخاصة انا المفروض في سن الشباب ده الاب اللي قاعد بيكلم ولاده يعني انا دايما بقول لولادي ايه دلوقتي بصوا انتو عندوكم اللي مش عندي انا كنت زمان عشان روح اجيب شقة مسلا عشان اجا اتجوز اتغرب لازم اتغرب ولازم اسافر عشان اجيب فلوس وحولها واروح اجيب شقة دلوقتي انت عندك ممكن بسهولة جدا اسكان اجتماعي موجود اه موجود تاخد القرد بتاع البنك اللي هو العقاري اللي تعال عمدارة 30 سنة اه فسهل انك تتجوز سهل ان يبقى شو بطالة بص يا ابني حوالين منك شوف فيه كم محافظ صنهم 35 سنة في مصر شوف كم نواب محافظين صنهم فوق العشرين سنة في مصر شوف كم عضو مجلس نواب وعضو مجلس شيوخ صنهم حاجة وعشرين سنة ده اللي محتاجين نركز عليه صح ما تبقى كده يا ابني القصة سهلة القصة انا في ظهرك شوف انت ايه المطلوب وانا معاك انما انا اقعد اصدره الاحباط والفشل وخليه ناقم على الحياة وازود الحياة عنده في السودوية واضربه واعنفه وما اكلمهوش وما اصحبهوش وما اسمعلوش وما شوفش المتغيرات اللي عليه بياخد مخدرات يعني ايه محمره فيه تحليقه تحت عينه بيمشي معمين من صحابه وارجع اقول ابني انتحر مانا اللي سايبه طيب عظيم نجي نتكلم بقى عن الحالة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي الناس على سوشال ميديا عمنا تتكلم وبتلوم على الاب والام بتلوم على صحبتها اللي كانت معاها قبل ما تسيبها بتلوم كمال على الناس اللي كانوا موجودين في المول بشكل عام يعني انتو زي ما تمنعوهاش زي ما حدش يحتويها هل احنا او الناس اللي كانت موجودة في المول او صحبتها تنتلك القدرة الكافية لحمايتها من نفسها اطلاقا لان المنتحر ده حضرتك بيوصل لمرحلة بيرى ان في سلوك الانتحار اللي بيقدم عليه هو الوسيلة والخلاص والمنجاه وشاف ان عنده مشكلة ما قادرش يحلها وما فيش حد ساعده على حلها وديه الاهم ما فيش حد استماع له ما فيش حد وجهه ما فيش حد ارشده فخلاص بيبقى مصر على الانتحار وبالمناسبة بيبقى ليه علامات نفسية يعني لازم يقوليها الامور اللي بيسمعونا برضو يخلي بالهم يشوف بيجي عليه في وقت يبقى عنده اختلال في الساعة البيولوجية يعني تلاقيه قاعد صهران طول الليل ونايم طول النهار او ما بينامش بتلاقي عنده اما فقدان شاهية اما بيكون نشويات وحلويات كتير الام بقى الوعية اللي شايفة ابنها بيزود تأكل الحلويات اللي من دول يبقى عنده ديبريشن او عنده اكتئاب ممكن يؤدي الى الانتحار حضرتك بيقول نقطة مهمة جدا يا دكتور وليد انه فكرة المتابعة من الام مش بس متابعة للسلوك يعني انا بعمل ايه او بكلم مين لا ده انا باكل ايه بنام امتى كل ده ليه دلالات في موضوع الاجتئاب اهبال النظافة الشخصية لما يجي عليه وقت ما بيحلقش ده انه قاعد بملابس رفتة في البيت ما بيقصش دوافره ابنها كأم شايفة الكلام ده انا كأب قاعد شايف الرسائل اللي بيبعتها على فيسبوك لان ساعات الولد قبل ما بينتحرف بتمانية واربعين ساعة يبعت رسائل سلبية انا حريحكم اني انا حوريكم نعرف منين يا دكتور انه يعني احيانا بيحصل يعني انه نوع من التهديد ولا بيتكلم جد ولا في الناحيتين ناخده على محمل الجد في الناحيتين لازم اخده على محمل الجد لانه ممكن يكون تهديد يؤدي الانتحار يعني نفسي حضراتك في العالم كله فيما يقرب من عشرة مليون لعشرين مليون محاولة انتحار انتحار حقيقة ده ايه مليون يعني النسبة بسيطة بس لازم اتعامل معها بجدية وده مهم لما ابني يبعت رسائل سلبية مش هقوله معلش وتعالى وحقك علي لا ازيل الاسباب اللي بتؤدي لكده يعني ابني شعر بالتهميش لسه شايف فيديو الواحد بيقولت يعني انا قاعد زي الليتي في الدنيا خلاص محدش لا بيكلمني ولا ابي بيصاحبني ولا حد بيقولي انت محتاج ايه ولا حاسين بي سيبني الكمبيوتر والقوضة وخلاص والتكييف ومحدش حاسين بي فرح انتحر بقين عنده كل حاجة عنده عربيته وعنده الكمبيوتر بتاعه وعنده اصدقائه وعنده كرنين نادي والبنوطة دي برضو كان الدكتورة لكن بيني يبقى ان كان فيه مشاكل الاسرية طب في النهاية انا اسأل حضرتك عن سؤال مهم جدا خطورة تداول الفيديوهات دي علينا نفسيا تكون عاملة ازاي وعلى الشباب كمان اللي عندك تاهم يعني انا يعني بحذر الناس ما تحاولش تتناول الكلام ده عشان خاطر تاخد لايك او او اعجاب او نسبة مشاهدة ليه لان دايما انت لما بقى فيه اغراق في المشاهدة قوي فالنسبة لك الحدث بيبقى طبيعي بيبقى مستساغ بيبقى عادي احنا عندنا نظران يفسيا اسمها فقد القيمة فقد القيمة دي لما الحاجة يتم تداولها كتير كتير خلاص بياتزاق الليتها وده اللي خلى الناس دلوقت لما بتمشي تلاقي حدثة في الشارع تصورها بالموبايل عكس الزمان كان بينزل وكل من خاف نبص كمان وهي دي نقطة المهمة اللي يمكن شازلي قالها انه فكر التأثير ده على المكتئب اللي هو اصلا عنده حالة اكتئاب لكن ما وصلش في التفكير في الانتحار ممكن لو شاف الفيديو داي يزداد اكتئابا يتعمق عنده الاكتئاب قد يجد في الفيديو طريقة وسيلة وطريقة مستحدثة لان هو يلقي بأيديه إلى التهلوكة على فكرة وسيلة الانتحار بتختلف باختلاف المجتمعات يعني عندنا في الارياف دايما حباية الغلال اللي بيخدوها حباية الغلال فمع انتشار الكلام ده بنلاقي طالبات في الجامعة بيسافروا الارياف فمهم قوي ان ما يتم اشتداول الكلام صحيح الفيديوهات دي والاخبار دي بتفتح حينيهم والناس تبص بتفاؤل وتبص بأمل وتبص البكرة هتلاقي فيه كتير قوي يستحق الحياة كل شكرا لحدك دكتور وليد هندي استيشاريق الطب النفس شرفتنا ونورتانا فيه شكرا جزيلا يا دكتور صباح الخير على حضرتك مشاهدينا كده خلصت حلقتنا مع حضرتكم النهاردة كنا معاكم على مدار ثلاث ساعات أنا وشازلي ودينا وبكرة حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر ربنا يصبح حضرتكم دايما بالصحة والسعادة والرضا شكرا للمشاهدة